السلام عليكم أخباركم ابن وارين دايما معايا هنا بس عبديكم في كل وقت وفي كل وان يا مرحب يا مرحب أهلا بمين يشارك الحقيقة أنه المستوى المنتخب المصري طبعا بعد الدور الأول فاجئنا جميعا لا شك فيه هزم كلنا لقينا أداء مميز ومتميز من المنتخب الحقيقة كل العناصر نجحت نجاح كبير جدا 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 للأمانة وحتى كارلوس كيروش اللي كلنا كنا هاجمناه بعد المباراة الأولى وصد نجيرا والخصارة كان أداءنا السعي واستمرنا في مهاجمته حتى بعد المباراة غينية والسودان وكنا خافين كلنا من المستوى الفني للمنتخب لكن حصل تحول رهيب عند المنتخب المصري من مباراة كودفور ثلاث مباراة متتالية 120 ديها باسم الله ما شاء الله وتقلق فيها نجم الزمالك ونجم المنتخب محمد أبو جبل ده ياخدنا لقصة محمد أبو جبل في الزمالك وكيف نضم محمد أبو جبل للمنتخب سبحان الله طبعا كل حاجة بعلم الله وبقراره وبقدره اللي حصل إنه محمد أبو جبل من بعد مباراة النادي الأهلي والخسارة بخماسية وصدت مقابل ثلاثة هداف وكان كارتيرون عنده حالة من الغضب وحملها لاثنين لمحمد أبو جبل الخسارة محمد الخسارة لمحمد أبو جبل ومحمود علاء بالرغم إن بعد هذه المباراة مباشرة كيروش ضم محمد أبو جبل ومحمود علاء للمنتخب لكن لم يشفع لهم الحكاية دي وبعد ما رجعوا من المنتخب وقبل بطولة العرب استبعد محمد أبو جبل تماما كارتيرون وفي ناس وقت استبعد محمود علاء لكن الاحتياج إليه في اللحظة دي لإنه ما عندناش مدافعين كتير فأشركوا وبعدين بعد كده عادة مرة أخرى للتشكيل الأساسي لكن محمد أبو جبل كان فيه متقلق آخر في حرص مرم اسمه محمد عواد محمد عواد الحمانة تقلق تقلقا شديدا كبيرا مع الزمالك واستمر فيه تقلقه من بعد ما تم وضع محمد أبو جبل على الدك ولا يومها لو تفتكروا معايا قلت إن ده غلط وإنك تحمل المسئولية بتاعت الخمسة كده لللعيبة وإن حياء أن أنت كنت المسئول الأول والأخير بالنسبة لي في هزيمة الزمالي خمسة ثلاثة كارتيرون يعني وإنه إذا كان محمد أبو جبل دخل فيه خمسة فمحمد الشيناوي دخل فيه ثلاثة يعني نفس المنطق ونفس الحكاية المهم الخمسة بتوعي زياني دون منهم ضربتين جزائي مهم إنه كارتيرون صمم على رأيه ونفذ رأيه وده أدى لاستبعاد محمد أبو جبل من بطولة كأس العرب هنا بقى الأمور كلها يعني أغلقت يعني أمام المنتخب المصري منتخب المراح كارتيرون لسبب آسف أكيروش لسبب لا أعلامه لم يشرك حارس مرمى مع محمد الشيناوي أشرك كل اللاعبين اللي كانوا متواجدين معاه في البطولة إلا محمود صبحي ومحمود جايت بعد العودة مباشرة حتى الكل تصور إن محمد أبو جبل هو اللي يلعب مبارات سيراميكا لكن أصر كارتيرون على وجهة نظره وأشرك محمد عوات من هنا أصبحت الأمور صعبة على إن محمد أبو جبل ينضم عصام الحضري وده كان حوار بينه وبينه قبل كده قال إنه مستحيل يضم لاعب حارس مرمى ما بيشاركش لازم يشارك فأنا ما قدرش أضم محمد أبو جبل أو غيره إذا لم يكن يشارك في فريقه إذا كان فريقه بيعتمدش عليه هاعتمد أنا عليه إزاي مبدأ وكان دي مبدأ طبيعي جدا وصحيح في كرة القدم بالمناسبة إذا كان فريقه بيعتمدش عليك أنا هاعتمد عليك مئة المئة صحيح هنا بقى حصل حاجة لنا فكره وعرفه إن إدارة المنتخب الفنية قعدوا مع بعض كده وتحوروا وقالوا إن إحنا آه محمد الشيناوي حارس ممتاز لكن في نفس الوقت والشباب اللي موجودين حراس ممتازين ومكيب ومستقبل وراجل مؤجب بيهم على فكرة هذا محمد صبحي أو محمود جاد وهو حارس برما سابق ومساعده حارس برما سابق ففهمين أول موضوع لكن أصروا على فكرة تبقى في حارس إيه؟ عبدوا خبرة خبرة المشاكلة في أفريقيا والأجواء الأفريقية مين أحسن من محمد أبو جبل؟ خصوصا طب ليه مش محمد عواد ما محمد عواد بيشارك آه بس محمد مش بحطول في الأربعين اللي كانوا تم إرسالهم للأتحاد الإفريقي أنا بحكي لكم القصة من الألف اللي ليها على فكرة يعني كاملة فحلم يبقى ما فيش غير محمد أبو جبل لأن محمد ثوزي اللي ضموه برضو مش يعني اسم كويس كل حاجة لكن ما عندوش الخبرات يبقى مين؟ يبقى الحل في محمد أبو جبل طب إزاي الحل في محمد أبو جبل؟ ومحمد أبو جبل الرجل المدير الفاني نادي الزمالك مش راضي يشركه في المباراة في المباراة وأشرك محمد حوات وكان الأمل إنهم يشركوا محمد أبو جبل بعد العودة دي بعد كسب عرق لكن لم يحدث ماذا حدث؟ ما أعلموا أن أحد أعضاء الجهاز الفني في المنتخب المصري تواصل ومش أسرون حضر تواصل مع أحد المسؤولين في نادي الزمالك لإقناع كارتيرون بإشراق محمد أبو جبل في مباراة المحلة الأخيرة عشان المنتخب عاوز يضمه ولازم عشان يضمه يكون يشارك فعشان خاطر مصلحة مصر والمصلحة الوطنية يفتكوا الجملة دي اللي قالها محمد أحمد بجاء ما خلى محمد الشيناوي يلعب المصلحة الوطنية ولازم كارتيرون يفهم هذا الأمر كويس إحنا محتاجين محمد أبو جبل وكانت عندهم رؤية صائبة محتاجين محمد أبو جبل لأنهم في لحظة ما احتاجوا محمد أبو جبل وأتى ثمار هذا الاحتياج بهذا النجاح الباهر المفاجأة مش كده المفاجأة من رجل بعد موافق بالطلب عشان المصلحة الوطنية محمد أبو جبل هو خلاص هيركب الطيارة وصيب الكورونا قلنا إيه الحظ ده يجد عاد لكن الحمد لله ربنا كان كتب له حاجة كويسة جدا 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 وهي كأنه هيكون متواجد في لحظة خطيرة جدا في مسيرة المنتخب في بطول إفريقيا ويصبح نجم شباك الجماهير المصرية في ليلة وضحاها من بعد مطش كودوفور والتقلق في الديقى 85 ويكمل 30 دقيقة اللي هم بتوع الإكستراتايم والتقلق فيها وقال صند كورة تاريخية غير عادية وجاءت مبارات المغرب والتقلق وحصل المشاهدين انتوا شفتوه بتاع رجليه وانه عيت وانه مشاهدين يطلعوا ده أصار يعني جزء من ما يطلق عليه التعاطف الشديد من الجمهور المصري كافة ليه برغبته انه بيشارك وعاوز شارك وبيعيط وبيبكي عشان انه هو مش قادر يكمل مسيرة مع المنتخب كل مصر فرحت فرح كبير بان احنا عرفنا تاني يوم ان محمد ابو جبل سوف يكون مشاركا في مطش الكاميرون جي مطش الكاميرون تقلق تقلق خرافي غير عادي في ضربات الجزاء ونجح سبحان الله ما لم يكن شاركة مع الزمالك بداع المهمة الوطنية بإصرار من مسؤولين الجهاز الفني للمنتخب المصري ما كان سيشارك محمد ابو جبل عشان كده كل حاجة للأمانة محمد ابو جبل مثال حي لمنطق مهمة قوي اللي هو كل حاجة مكتوبة الحال الوحيد بس في الكتابة دي عشان توصل لها إنك تكتهد في عملك وفي حياتك وخلاص هتوصل لها هتوصل لها إذا ربنا أزم طبعا لا شك في هذا دي قصة مشاركة محمد ابو جبل في المنتخب من الألف إلى الياء ودي يعني بقول لكم معلومة حقيقية عاوز أقول لكم حاجة برضو تكملة في محمد ابو جبل تقلق محمد ابو جبل مع المنتخب بهذا الشكل أحرج شخص واحد هو باترس كارتيرون مش أحرج يغضبه لا أحرج إنه هيضطر يخالف وعده أيوة كان عشان يقول لمحمد عواد ما تزعلش إن أنت مشاركتش مطش المحلة عشان محمد لازم يروح المنتخب بإنه دا لو وعد بإنه لو محمد مشاركش في المنتخب وكان أساسي ستكون أنت الأساسي معي في الدوري بطول أفريقيا اللي هتبدأ على طول ويدوري لكن الآن تقلق محمد ابو جبل وأصبح كارتيرون في حيرة بين التقلق رهيب غير عادي من محمد ابو جبل والتقلق كبير وإنقاذ الزماني في مسيرة كأس ربطة الأندية رغم الخروج والخسار لكن محمد عواد كان نجم الزمانيك الأول وياكاد يكون نجم الزمانيك الوحيد في هذه البطولة معناها أنه تقلق حيرة شديدة جدا 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 في حاجة كمان عاوز أولوكو عليها إدارة نادي الزمانيك باعتبروا أنتوا عارفين إن فيه انتخابات بعد أيام قليلة الانتخابات دي الكل دلوقتي مهتم بيها ثم إنه من حمد ربنا وفضله علينا يعني من نعم ربنا على الزمانيك إنه مفيش ولا مباراة هتقام في هذه الفترة فترة إجراء الانتخابات ومشاكل الانتخابات وحكاياتها ورواياتها وانتوا شفتوا من يومين إيه اللي حصل الله أعلم إيه اللي جايش برضو ممكن يبقى في حاجات الله أعلم إيه اللي ممكن يجرم لكن لأن فيه انتخابات على طول الأمور يبقى كل الأمور المالية يجب أن تتوقف يعني إيه أي تعقدات مش هتحصل دلوقتي حتى لو ما يشبه الحاجات اليومية بس اللي ممكن تحصل لكن الحاجة ممتدة المفعول أسبوع اتنين تلاتة شهر شهرين كل يقف لغاية انتخابات ما تم إجراءه ويجي مجلس إدارة ياخد قراره في هذه الشؤون وخصوصا الفلوس بقى اللي تخطى ما تيجي تصرف الفلوس يعني تخطى المليون والاتنين والتلاتة والحاجات كل دي حاجات بتخلي أنه الزمالك يبقى فيه ممطقة اسمها إيه إن احنا نوقف كل الأمور المالية هنا أغضب الموضوع لعيبة نادي الزمالك لأن من ثمن الأمور التي تم إيقافها وعدم تنفيذ الاتفاق فيها وحصول لعيبي الزمالك على جزء من مستحقتهم المتأخرة وكانت إدارة الزمالك قد وعدتهم هذا الوعد لأن الفلوس متأخرة للكل فوعدتهم من خلال قبل الانتخابات هيتم تصرف جزء المستحقت لكن لن يتم حسب المعلومات المتدولة دلوقتي إنه لن يتم صرف أي جزء من المستحقات خلال الكام يوم اللي باقيين لغاين لحين إيه إجراء الانتخابات النهاردة خلاص بقينا يوم السابت خمسة فبراير اليوم الخميس اليوم الجمعة الانتخابات ومنسمى إسبوع والأمور دي هتبقى شائكة شوية عشان دي مصاريف فتم إبلاغ لعيبة نادي الزمالك بأن المستحقات المتأخرة سيتم صرف جزء منها بعد الانتخابات الحقيقة إنه إذا حسب ما فهمت إن اللعبة الزمالك حسوا باستياء شديد على اعتبار إنه كان هناك وعده لم ينفذ أدي أول حاجة الحاجة التانية إنه زملائهم الأجانب اللي قدموا إنذارات في نادي الزمالي خدوا كامل المستحقات وهم لأ وده أمر بيصير مش الغضب يعني مستياء شوية منهم طب مش معنا إحنا لكن الأمانا هو اللي أنا عرفه إنه كانت إدارة زيك هتديهم الفلوس لكن موضوع على الانتخابات دي أجل الحكاية شوية والموضوع خلاص يا جماعة يعني إذا كان يبقى أسبوعين على الأقل يعني لإنه مجلس إدارة الجديد أكيد يبقى فيه أمين صندوق جديد ومن ثم لازم يبقى فيه توقعات جديدة وتروح البنك واللي يعتاد من الجهة الإدارية والحاجات اللظيفة اللي أنتو عرفين وحافظونا كزبال كوية يعني مر علينا كتير الحكاية دي ومن ثم أنتم تتكلموا أنه المتأخرات أو المستحقات أو جزء المستحقات متأخرة سوف يتحصل عليها لعبة نادي الزمانك على الأقل على الأقل من يوم عشرين آآ فبراير على الأقل يعني لعنتبه أن الانتخابات يوم اتناشر يوم حداشر يعني يوم اتناشر النجاح الاعتماد على ما يبدأوا يعملوا اجتماع أول خلال ثلاثة أيام عشان بيه الحاجات بقى ويعتماد الكلام في البنك والجال الإدراء عشرة أيام بالآخر يعني فعل يوم عشرين فبراير إن شاء الله تعالى يبدأ إدارة الزمانك تصرف الجزء المتفق عليه بين اللاعبين والإدارة الكورة آآ كمستحقات لعبة مصرية يعني العطوالين لعبين الأجاني بخدوا كل فلوسهم يعني طيب دي آخر حاجة لا الحقيقة أنا بيعجبني مبدأ آآ أمير مرتضى في أنه مهما كانت نتائج الانتخابات وطبعا بلا أدنى شك أمير وصق تماما في نجاح المستشف مرتضى لكن برضو بيتعامل من مبدأ قدل عليك اعمل اللي أنت تقدر عليه عشان كده حصل آآ مناقشات بين إدارة الكورة في نادي الزمانك وأمير مرتضى مع كارتيرون المدير الفني لفكرة التعاقدات المسي مجي فيه لعبة ممكن نزامك يخلص فيها من دلوقتي وينهي الأمور بدري بدري وعشان كده بدأ الكلام على هشام صلاح زي ما قلت لكم من يومين وبرضو من ضمن الناس اللي تقللوا طم طرحها وعرضها على الفرنسي كارتيرون أنا أعزي لكم حاجة بس صغيرة كده الزمانك حسب العقد اللي موجود فيه كارتيرون العقد بتاع زيك وكارتيرون أنه ما ينفعش إدارة الزمانك تتعاقد مع أي لعب إلا بموافق الكتابية من كارتيرون فبالتالي وإذا حدث هذا الأمر يعتبر إخلال بالعقد ويبقى مش عارف إيه كده الصياغة كده قانونية وإنه ياخد كامل المرتب بتاعه يعني حاجة كده يعني فمنسمى إدارة زيك مضطرة أنها يبقى فيه موافقة حقيقية وكتابية من أخونا كارتيرون على كل اللعيبة اللي يبدأ التفاوض معها باعتبار طب باختيار حسب العقد والعقد يقول كده هو وعد معاك الثلاث سنين يعني السنة دي وسنتين كمان كارتيرون يعني دي لو حصل يبقى فيه حاجة كبيرة جدا ممكن تحصل في الزمالك يعني ممكن يبقى فيه نقلة للأمانة يعني ده لو حصل ده لو حصل الله أعلم هايحصل هذا لأ المهم اتعرض على كارتيرون من التعاقد مع لعب لاعب مفيش يعني أي مشاكل حواليه وهو وقعدين هو عرفه وتعايم معه له جونيور أجايم كانت المفاجأة من رجل رفض تماما تماما قالك لأ أنا مش عاوز جونيور أجايم لعب النادي الاهل قال عارفه كويس وعارف كل يعني إمكانياته لكني لا أرى فيه اللعب الذي يحتاجه الفريق في الموسم المقبل طبعا كده كده زيك مش هيتعقد حتى عقد النهاردة شي ينفذ في نهاية الموسم يعني مع فتح القيد الجديد ومن ثم الرجل قال لهم جونيور أجايم أعلم إمكانياته ولكني لا أرى أنه اللعب الذي يحتاجه الفريق في الموسم المقبل حتى اللحظة أغلق ملف جونيور أجايم طبعا كل الأمور جائزة في نادي الزمالك وكل الأمور قد تحبس في أي لحظة عن نادي الزمالك لكني أنا حبيت أوضح لكم الأمور الخاصة دلوقتي بنادي الزمالك وكل الأيام اللي جاي أكيد هنتكلم عن كل الأمور وخصوصا الانتخابات إن أبواب الانتخابات فتحات وخلاص من بعد ما المنتخب يخلص مهمته بنجاح بعن الله بإذنه وأنا أتحصل على بطولة كأس أمم أفريق للمرة التامنة سيبقى الباب مفتوح خمس أيام عند نادي الزمالك والإعلام كله أكيد هيتوجه ويتقل للاهتمام بانتخابات قوية لا شك في هذا كعادة نادي الزمالك يعني وانتخاباته وما نشوف الأمور هتاخدنا بغاية فين انتخابات نادي الزمالك يوم الجمعة يوم 11 فبراير وعلى يوم واحد فقط تبدأ من التسعة صباحا ويغلق الباب تقريبا سبعة مساء ونبدأ بقى من الساعة تمانية نعرف من سيصبح مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد لمدة ثلاث سنوات وكم شهر ثمانة أو تسعة شهر لكن في جميع الأحوال نحن ننتظر وبلا أدنى شك من سينجح أكيد سيفعل أمرا واحدا وهو خدمة نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك هذا أمر لا شك فيه كأن مكان من سينجح أشوفكم على خير في اليه جاي ودايما تتبقوا معايا ودايما أسعد بيكم السلام